اشتازت حدود قطاع غزة وتوغلت في حدود إسرائيل عملية أطلقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية اسم طوفان الأقصى وأعلنت أنها تأتي رداً على التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عملية انشكلت صدمة بمختلف تفاصيلها خاصة بعد أن سجلت مواجهات واشتباكات خاضتها المقاومة خلف خطوط الحدود الإسرائيلية وزادت الصدمة بتلك الطائرات الشراعية التي حطت محملة بالمقاومين واستهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية عدت بعدها المقاومة وبصحبتها عدد من الأسرة وسريعاً كان الرد الإسرائيلي بعمليات جوية دكت القطاع فأمعنت بقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف في شرارة أشعلت حرباً ضارية بين حماس وإسرائيل وتحولت المدن والشوارع والمدارس والجامعات وكذلك المستشفيات والمؤسسات إلى أنقاض أمام عيون العالم وأبصاره في أول حرب إبادة في التاريخ تلتقطها عدسات الكاميرا والفيديو بكل تفاصيلها ومآسيها استشهد على إثرها أكثر من 42 ألف شهيداً ونحو 100 ألف إصابة منهم إصابات دائمة وعدد المفقودين تحت الأنقاض يقارب 15 ألف مفقود وفي الوقت الذي لم يبقى من المحتجزين إلا 97 من أصل 251 يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين والمحتجزين عن 11 ألفاً وسط حصار تسبب بمجاعة واسعة وأوامر تهجير أصفرت عن نزوح أكثر من مليونين من سكان القطاع لقطات قاسية تظهر بشاعة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل إجرام المحتل الذي لا تفرق أداة قتله بين أي شيء في غزة سواء كان بشر أو نبات أو حتى حجرة حرب منذ عام إلى تاريخ اليوم ولا تزالوا تتسع رقعتها في المنطقة لتصنف ضمن أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن الحادي والعشرين حرب انخلفت ندوباً سياسية وأمنية عميقة وأشعلت فتيل الصراع في مناطق أخرى وباتت أصداؤها تتردد في جميع أنحاء العالم قطاع عانى من دمار واسع النطاق تضررت بنيته التحتية بالشدة وتوسع الدوائر النزوح وصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية حيث يواجه سكان غزة نقصاً هائلاً في الغذاء وانتشار الأمراض حتى باتت المساعدات الإنسانية هي شعاع الأمل الوحيد الذي تمسك به أهالي القطاع لاستمرار وجودهم وحياتهم في ظل الصمت الدولي المراوغة والتعنة الإسرائيلي الممتد عبر 12 شهراً أوصلت المنطق إلى ما كان يحذر منه مراراً وهو اتساع رقعة الحرب فيما أشار له خبراء بأنه خطوات مقصودة ومع الصبق الإصرار والترصد من الجانب الإسرائيلي تهدف لتغيير شكل المنطقة الشرق الأوسط وقد أمسى متلهباً متوتراً لا حدود لغطرصة إسرائيل وتماديها فيه وتعالت أصوات الغاضبين الحانقين من إجرامها وإبادتها بات أعلى من أي وقت مضى منذ النكبة والنكسة وحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية